اشتركوا في القناة وصرت اقليله لابنه وابنه ياخدوا يبيعوا كنت خايفة انا ان هل الاشتغل فيه يكسد علينا محد يشتري والحمد لله في ناس بتشتري ونطالح حق بذاتنا وأكلنا وعيشتنا والحمد لله قبل كان شغلنا بالحلو يعني مكيفين الحمد لله ضيعة كانت بلد نسوي الحلو ما يوقف دغري ينباع هلق نقلق عقد مصرياتنا يعني المهم ما نخسر ولا يبقي يكسد عنا يعني الدغري ينباع انا من ريف معارة النعمان من قرية التح كنا عايشين ببلادنا مبسوطين كان عنده غنمات وكنت خطر وجبن وبيع وعايشين ومبسوطين وكنا مبسوطين وتهجرنا صرنا 3-4 سنين كمان طلعت هيك جوزة مريض وبدنا نعيش كمان قلت بدأ تابع هالمهني الصعوبات لعبت واجهنا لما مثلا بدأ سطول بدنا نركب على معارة مصريين نروح نجيبهن ونحن ساكنين بالمخيم وسكن المخيم صعب صعب بالشتة وبالصيف صعب عطول يعني هاي الصعوبات كنا ببلادنا مكيفين نعرف وين بساعة يروحوا الولاد بساعة على الدكان يجيبوا البدنية قريب هون بنا نحط مصاريف زيادي بانزين ومبانزين وروحان وجيان يعني هاي الصعوبات كتير هاي عبت واجهنا وابنة كمان كسر ظهري صلوا 3 سنين راح كمان ايش بدأ سوي الحمد لله انا مهجرة من ريف ادلب بلشت بالخياطة من شيء عشرين سنين تقلقا كانت عندي هواي الخياطة وخيط لأولادة ولا بيتة وباب تستلعي يعني بس وقت صارت الحرب وصار النزوح والمعيشة صعبة وغالي اضطريت خيط لحتى احسن عيش لأمن مصروف بيتة ومصروف أولادة ونأمن مصروف حياتنا الحياة صعبة وكل شيء غالي وكل شيء قليل بهالقيا اضطريت تشتغل هيك حتى عيش بيتي اصرف ع بيتي وعاولادي انا هون علمت نسوان بالمخيم في ارامل في مطلقات في بنات حبات الخياطة عملت دورة لي وجه الله انه علمتهم لخياطة بشان يستفيدوا وعيشوا ويكون باب رزق لهم متل ما هو اليه مرينا بظروف صابي كتير الحرب والدمار والقصف كله مرينا فيه ونحن تهجير من بلد لبلد ومن خيمي لخيمي وماشي بالخياط ام تابع بالخياط لانه باب رزق وباب عيش وكل شي غالي مصروف غالي لقماش غالي عدة الخياطة كلها غالي بدنا نعيش بس نحن متابعين حتى نعيش لانه هذا باب الرزق الوحيد اللي عم نعيش منه بدخلا تستطيع خياطة خياطة الله زGet شكرا